اشتركوا في القناة مادة معجزة اشد مقاومة من الفلاذ بمئتي مرة باتت مطلوبة بالاطنان لا بالاجرامات تحدث ثورة في العالم وتطيح بالسيليكون عزيزي المشاهد نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات ما زالت الفيزياء تبهيرنا بأسرارها ومع كل اكتشاف جديد يزيد لدينا اليقين بأن البشرية لن يتوقف تطورها ما دامت هناك عقول تفكر ومختبرات تنتج لا تستغرب الأسماء والمصطلحات العلمية لأننا سنعمل جاهدين على إيصال الفكرة فلا تفوت عليك فرصة فهم متغيرات العالم من حولنا أليغرافين مادة من أرفع ما يكون متناهية الصغر ولكن قوتها وصفت بقوة الفلاث أبهرت العلماء بما فيها من خصائص ومميزات واستطاعوا أن يجدوا لها مكانا في أكثر من مكان يهمنا جذبت إليها أنظار العالم بفضل عالمين روسيين نشر بحثا في 2004 حولها كان كفيلا بأن يقلب مختبرات الفيزياء ومنح البحث جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010 ومن هناك بدأت سلسلة من الاكتشافات والاستعمالات حتى أن أحد مكتشفيها قال عنها إن لغرافين بمثابة الرحمة للفيزيائي لأنه من الناحية النظرية يمكنه من خلال ذرة واحدة الحصول على مهدة ثنائية الأبعاد وفائقة التوصيل مما يجعلها تتحرك بسرعة الضوء وبعد أن كان هذا النوع من الفيزيائي بعيد المنال استطاعت مادة لغرافين أن تبني توقعات مفادها أن الخمسة عشر سنة المقبلة ستكون مفصلية في عالم الحوسبة باختصار إن لغرافين بات هو المادة المعجزة للقرن الواحد والعشرين وسرق الأضواء من السيليكون الذي تربع على عرش الفيزيائي لأكثر من أربعة عقود لما لعبته من أدوار في مجال الصناعات الإلكترونية والاهتمام الآن يتجه إلى لغرافين بعد اكتشاف ما له من مواصفات تخوله لأن يكون عنصراً أساسياً في ذات المجال وذلك لقدرتها العالية على إيصان الكهرباء التي تعود إلى خلاياها التي تسمح بمرور الحرارة عبرها وبأننا نتجه إلى عالم يدار بالطاقات البديلة فإن لغرافين قد دخلت تطبيقات صناعية أخرى منها إنتاج الخلايا الشمسية الدقيقة العاملة على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء كما من المتوقع أن تدخل مجال صناعة الهواتف وحتى الصناعات العملاقة كالطائرات والأقمار الصناعية وغيرها وتدخل لغرافين حتى في صناعات البلاستيك خمسون بالمئة منها كاف ليزيد من صلابة البلاستيك وقدرته على تحمل درجات الحرارة وبالتالي توسيع مجالات استعماله ليدخل حتى المواد الناناوية لا يفوت كأن في يومنا هذا بات العالم يهتم أكثر بالمعالجات الإلكترونية فائقة السرعة حتى يتمكن من احتواء التراكم الهائل للمعلومات ولبلوغ ذلك لا بد من ضمان الكفاءة والتبريد المتواصل لذلك فإن اكتشاف مواد تضمن ذلك ومنها لغرافين يمثل إنجازا عظيما ومن المتوقع أنه في الفترة المقبلة أن يكون لهذه المادة تطبيقات أخرى في علاقة بإنتاج المواد المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية كما من المنتظر أن تكون حلا سحريا من حلول الطاقة الهيدروجينية والمثير للاهتمام أنه يمكن استغلال أي نفايات ناتجة عن صناعات النفط والغاز وتدويرها لإنتاج لغرافين وربما هذا ما يفسر اهتمام الإمارات بهذه المادة خاصة وأنها باتت مطلوبة بالأطنان عوض لغرامات من جهة ثانية فإنه في الوقت الذي ركز فيه العالم على علاقة لغرافين بالصناعات الإلكترونية ثارت الإمارات من هناك لتعلن عن مشاريعها الأطخم الغرافين تلك المادة الأرق من الشعرة والتي تتجاوز مقاومتها 200 مرة مقاومة الفلاثة ستكون هذه المادة العجيبة لتوفير مياه الشرب معادلة المياه والغرافين الإماراتية تعاني الكرة الأرضية من نقص رهيب في المياه ومنها المياه الصالحة للشرب مما ينظر بدخول البشرية في عصور من العطش والجفاف وهو الكابوس الذي تحاول جل دول العالم تفادي ومنها الدول العربية التي بدأت مشاريع ضخمة أهمها تلك المعتمدة على تحلية المياه وتعتبر الإمارات من بين الدول الرائدة في هذا المجال نظرا وأن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر جفافا وتشهد نقصا كبيرا في نسب المياه لديها وبعد الاكتشافات الغربية لمزايا لغرافين جاء دور العرب ليضع لمستهم الخاصة ومؤخرا توصلت جامعة إماراتية إلى استخدام جديد وثوري للمادة العجيبة لغرافين الكربونية هذا الاكتشاف يتعلق أساسا بإمكانية إنتاج مياه صالحة للشراب من هذه المادة عن طريق معادلات خاصة ولأن مياه الإمارات في مجملها متأتية من عمليات التحلية كما أشرنا فإن هذا القطاع لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى الحيوية إذ تعمل وفق مناهج وستراتيجيات معقدة على تنقية مياه البحر بإزالة الملح ثم تحويلها للاستعمال وتقريبا هناك أكثر من ثلاثمائة مليون شخص في هذا العالم يعتمد منذ السنوات الأخيرة على هذه التقنيات ولكن ولأننا نواجه غضب الطبيعة علينا بما فيها التلوث والتغيرات المناخية التي أجهدت مصادر المياه العذبة على كوكبنا ومن جهة أخرى قفزت بتكاليف التحلية ومستحقاتها من الطاقة إلى مستويات خيالية جعلتها تكون عمليات منهكة للحكومات بالرغم من أهميتها وهنا يأتي دور لغرافين في مجابهة هذه التحديات حيث يتلخص دوره في إطالة عمر الغشوات العازلة للقذورات والتي تتصدى لمشاكل تراكم الباكتيريا على المرشحات وهذه المشكلة كانت تكلفهم الوقت وملايين الدولارات لتجاوزها فالغرافين سيكون فعالاً في تعزيز الأداء تقليص الطاقة المستهلكة وخفض التكلفة والأهم من كل ذلك أن كمية صغيرة جداً منه كافية لإنتاج آلاف اللترات من المياه ودخلت أغشية لغرافين هذه مرحلة التطوير مع انتظار بداية عمليات إنتاجها في 2024 بالمملكة المتحدة فهل نشهد ثورة علمية جديدة عنوانها غرافين الإمارات